أود إلى ملفنا الرئيسي وهو ملف النازحين داخليا من أربيليا ننم إلينا نظم أحمد رئيس شبكة العراق لحقوق الطفل سيد نظم يعني ما هي المخاطر هل لك أن تجمل لنا المخاطر التي يتعرض لها النازحون داخليا وبالنسبة للنازحين الداخليين طبعا عدد كبير للأسف ومنهم من فئة الأطفال وطبعا حالة النزوح يعني حالة تختلف عن الحياة الاعتيادية لذلك هناك مخاطر كبيرة على الأطفال ومن هذه المخاطر هي أولا أنهم لا يستطيعون مواصلة التعليم في هذه البيئة في بيئة النزوح إضافة إلى ذلك فإن هناك مخاطر أخرى وهي تعرضهم إلى العنف وبأحشدة الأشكال وإلى مخاطر الاتجار بهم حيث رصدنا حالات من الاتجار بالأعضاء لدى هذه الأطفال النازحين إضافة إلى ذلك فإنها البيئة النزوح ووجودهم في المخيمات ويؤدي إلى تعرضهم إلى قضايا المخدرات وإلى قضايا تعاطي السكائر وإلى بعض الأشياء الأخرى التي هي بالأساس هي مخاطر صحية للأطفال إضافة إلى ذلك هناك نوع من الاعتداءات الجنسية عليهم بسبب بيئة المخيمات وبسبب بيئة النزوح الذي كلنا نعرف إنها بيئة غير صحية للإنسان بالشكل عام وخاصة للأطفال وقضية إن مدة النزوح بمدة صارت طويلة وليست قصيرة حيث استمرت هذه المدة لفترة أكثر من خمس سنوات مما أدى إلى تفاقم المخاطر على هؤلاء الأطفال والعدد ليس بقليل حيث إحنا نتكلم عن ما يقارب المليون أو أزيد من مليون طفل نازح في عموم العراق وأكثر يتم موجودون في المخيمات طيب يعني الدراسة تحدثت عن النازحين في الكثير من البلدان التي تشهد صراعات تحدثت عن أفغانستان، نيجيريا، اليمن، الصومال، سوريا وغيرها بالإضافة بالفعل إلى العراق طيب الحديث أيضا عن دور المنظمات الدولية في مكافحة المخاطر التي تعرض لها النازحون خاصة إذا كانوا من الأطفال هناك محاولات كثيرة من المنظمات الدولية العاملة في العراق في سبيل الحد من هذه المخاطر لكن عدد النزوح والمدة الطويلة للنازحين ولفترة النزوح عدى إلى أن هذه المحاولات من المنظمات الدولية ليس لها التأثير الكبير حيث أن العدد الأطفال التي تعرضون إلى هذه المخاطر عدد كبير ومحدودية عمل هذه المنظمات وإضافة إلى ذلك أن عمل هذه المنظمات تتسم بعمل بطيء وعمل إلى حد معين لا يستطيع الدخول إلى جميع القضايا أو إلى جميع المخيمات بسبب بحدوديات الميزانيات من هذه المنظمات أو بسبب تحديات أمنية أو بسبب أن هذه المنظمات يستطيع العمل في منطقة جغرافية واحدة لذلك هناك محاولات لكن لا ظالت هذه المحاولات خجولة ولا ترتقي إلى المستوى الذي يمكنها أن نعتبر أنه خلق بيئة آمنة لحماية الطفل من هذه المخاطر إذن من أربيل سيد نظم أحمد رئيس شبكة العراق لحقوق الأطفال شكرا جزيلا لكم